بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات وأيها الصائمون والصائمات تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وحفظنا الله وإياكم في مثل هذا اليوم وسائر الأيام إن هذا الشهر العظيم أيها الإخوة هو هبة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينا خصائصها بقوله إن هذا الشهر حضاركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر فيما سواها فمن حرم فيها الخير حرم الخير كله ولا يحرمها إلا محروم أجل أيها الإخوة فما بال هذا الإنسان الذي هو بأمس الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يعفو عنه وأن يغفر له زلاته وأن يتقبل منه أعماله الصالحة وأن يرضى عنه فوالله إن هذه الدنيا فرصة لنا نستغلها من أجل يوم القيامة ويوم الحساب لأننا قادمون على الله سبحانه وتعالى وجاعلون الدنيا خلفنا ومن ورائنا كما يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هذه الدنيا أصبحت مدبرة وإن الآخرة أصبحت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أجل أيها الأخوة اليوم عمل اليوم عمل فيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتفكر فيها الإنسان حينما يقدم على الله سبحانه وتعالى ويتذكر حينما نقدم على رب عظيم الشأن يعلم سرنا وما نخفي ويعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء علينا أن نتذكر الوقوف بين يديه فماذا نحن فاعلون فهذا الإنسان الذي سيأتي يوم القيامة إما أن يأتي يحمل كتابه بيمينه فالخير كله له وإما أن يأتي يحمل كتابه وراء ظهره فهذا هو الخسران ما بعده خسران كما قال سبحانه وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فاختر لنفسك أيها الإنسان على أي حال ستكون عليه حينما تقدم على الله تعالى ولذلك لما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم كيف القدوم على الله قال أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله وترون أن الغائب حينما يرجع إلى أهله كيف يفرحون به حتى إنهم لا يبكون من شدة الفرح وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه إنه يرجع ذليلا منكسر الخاطر فكن يا عبد الله أنت من المحسنين وإياك أن تمضي بك الدنيا فتلهيك وتغريك وتبعدك عن الطريق الحق فيا حسرة على ابن آدم الذي أضاع عمره وفرصته الوحيدة في معصيته في معصية الله وانشغل بشهواته وملذاته حتى أدركه الموت وهو غافل عن الله يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه وأضحكني غافل غافل لا يغفل عنه وأضحكني ضاحك ملأ فيه لا يدري أربه صاخط أمراض عليه وأبكاني ثلاث أبكاني فراق الأحبة محمد وصحبه وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت وأبكاني الوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري أ إلى جنة أصار أم إلى نار ابن آدم لا تغرنك الحياة الدنيا فإن لذائذها ستنقضي بمجرد وضع رجلك في النار فتنسى كل ذائذ الدنيا إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتيقضين ولا يجعلنا من الغافلين ولا يجعلنا ممن خسر آخرته حتى لو ربح دنياه اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وأن تغفر لنا فيما مضى وأن تعصمنا فيما بقى وأن ترزقنا عملا ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته